وقد سجلت موريتانيا حتى الآن أكثر من 35 ألف إصابة بالفيروس منذ ظهوره قبل عام ونصف وتعليقا على هذا الموضوع نتابع هذه المعطيات مع الدكتور محمد خالد طبيب عام في مستشفى الأم والطفل من العاصمة الموريتانية نوكشوت رفع الحظر كلي كهرفة كان نتيجة طبيعية وحتمية الحمد لله لتراجع الحالات إلى ما تحت الحاجز المائة أو إلى ما تحت الحاجز 50 حالة يوميا وهو استجابة أغلبية الساكنة في المدن الكبرى للتلقيح ضد جايحة كوفيد جزناف ونظرا لأن كوفيد عالميا المجتمعات أصبحت تميل إلى التعايش مع وجوده ودائما وزارة الصحة تؤكد على التباعد الاجتماعي وتكثيف تلقيح ووضع الكمامات في الأماكن العامة وهذه الإجراءات هي التي ساهمت في رفع الحظر التجوال الليلي الذي كان مفروض من الساعة صفر إلى الساعة السادسة صباحا ونصيب بعدم نسيان أن الجائحة خطيرة وقوية وذات تهديد حقيقي على الصحة العامة وبالتالي دائما نكرر ونصيب أن التباعد الاجتماعي وتكثيف اللقاح هو الحل ترجمة نانسي قنقر